أولاً بالنسبة إلى موضوع الكتابة هناك فرق بين الكتابة والتدوين الكتابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ منذ عهد النبي عليه الصلاة والسنة أما التدوين فقد بدأ منذ عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة 99 الهجرة ما الفرق بين الكتابة والتدوين؟ الكتابة كما تعلمون حتى للقرآن الكريم كانت تكتب بطريقة غير منظمة يعني ليس هناك تدوين رسمي في شكل كتاب المعاصر أو ما حدث بعد ذلك فكانت تكتب بعض الآيات في جلود الحيوانات وفي العظام وفي بعض الأحجار وجذوع النخل إلى غير ذلك وبعض القطاع المتناثرة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كثير من العلماء في بعض الفترات عن كتابة الأحاديث حتى لا تختلط مع الآيات القرآنية وهذا من باب الحيطة والحذر حتى يتوضح الأمر بالنسبة إلى القرآن الكريم لكن هناك روايات أيضا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بكتابة بعض الأحاديث عندما أمن مسألة الاختلاط وكذلك بالنسبة لبعض الصحابة فعلوا نفس الشيء وقد كان اشتهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحرص على التقليل من كتابة الأحاديث النبوية رغم أنه سمح في بعض المرات وذلك لأن المسلمين حديثوا عهد بمسألة الكتابة وكتابة القرآن فكانت الأولوية لحفظ القرآن كتابة ثم بدأ التدوين ومثلما هناك فرق بين تدوين القرآن الكريم بعد جمعه وبين كتابتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا فإن السنة النبوية بدأت بمرحلة الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما زالت بعض التخوفات من اختلاط الحديث بالقرآن الكريم وكذلك في عهد الصحابة أما التدوين رسميا عندما أمر عمر ابن عبد العزيز الخليفة رضي الله عنه في سنة 99 الهجرة بدأ التفكير في التدوين واكتمل هذا التدوين بالصحاح وبعد ذلك من الرواة المعتبرين في الأمة الإسلامية ونعلم كلنا أن التدوين كانت له أيضا شروط البخاري لم يكتب كتابه تحت الأرض أو في سرداب خفية عن الناس بأن كان أمام الناس يردده مشافهة قبل أن يكتبه وكان التلاميذ تلقونه مشافهة ويعرضونه على غيرهم وتناقشون حوله ويستعرضون أيضا رواياتهم ويقبل ويرفض إلى غير ذلك فالأمر هو في الظوء وليس في الظلام كما يريد أن يهم البعض بأن كتابة البخاري كان يعني في سرداب تحت بعيدا عن أعلم الناس أو العلماء وليس في الظلام